ببطء شديد يخطو الفريق الأممي المكلف بالإشراف على وقف إطلاق النار وإعادة الانتشار في الحديدة خطواته نحو مهمته المقبلة في هذه المحافظة التي لم تهدأ فيها المعارك حتى الآن وساط استمرار الخروقات والاتهامات المتبادلة من كلا طرفي الحرب هناك أمضى الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كامايرت يومين في العاصمة السياسية المؤقتة عدن التي وصلها السبت على رأس الفريق التابع له حيث كان في استقباله محافظ الحديدة الحسن طاهر المعين من الرئيس هادي وهو المسؤول الحكومي الوحيد المعني بشكل مباشر بالمهمة الأممية للجنرال كامايرت وفريقه فيما بقيت القيادات الحكومية متواجدة في العاصمة السعودية الرياضة رحمنا به طبعا وأبلغنا تعليمات الأخ الرئيس لنا للجنة كامل بالتعاون في إنجاح هذا العمل والحقيقة أن الرجل أيضا لديه خبرة على مثل هذا المجال ومن المقرر أن يجري المسؤول الأممي لقاءات مع قيادات في جماعة الحوثي قبل أن ينتقل لمباشرة مهامه في الحديدة وسط تأكيدات من الأمم المتحدة بأن فريق كامايرت لن يكون مسلحا ولن يرتدي زيان موحدا وأن مهمته ستنصب على تقديم الدعم للإدارة ولعمليات التفتيش في موانئ الحديدة والصليف ورئيس عيسى وسيعزز وجود الأمم المتحدة في المنطقة يأتي ذلك فيما تحدث التحالف العسكرية السعودية الإماراتي عن استمرار ميليشيا الحوثي في خروقاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في الحديدة حيث تم تسجيل 14 خرقا للاتفاق خلال 24 الساعة الماضية بكافة أنواع الأسلحة بما فيها الصواريخ الباليستية وقذائف الهاون والأر بي جي وصواريخ الكاتيوشا في مدينة الحديدة والدريهم والتحيطة وحيس والفازة والجبلية فيما اتهم الحوثيون القوات الموالية للحكومة والتحالف بخارق وقف إطلاق النار عبر إطلاق الصواريخ وقذائف المدفعية والقصف الكثيف بالأسلحة المتوسطة والخفيفة على الأحياء السكنية والقيام بمحاولات تسلل وتحركات وتعزيزات واستحداثات وتحصينات تزامنت مع تحليق مكثف للطيران الحربي والاستطلاع والأباتشي في سماء الحديدة وفقا للناطق العسكري الحوثيين تحديات خطيرة تبرهن على أن الحرب لا تزال مستمرة حتى الآن رغم الهدنة التي تدافع الأمم المتحدة عنها بشدة أملا منها في تحقيق اختراق يبدو صعبا للغاية إذا ما استمرت النوايا السيئة تحكم مواقف طرفي الصراع في محافظة أريد لها أن تتأسس كمنطقة صراع مفصلة ضمن الجغرافية اليمنية المنهكة